تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البلمانية في اجتماعها غدا مشروع قانون بشأن نزع الملكية والاستيلاء المواقة للمنفع العامة بحضور وزير المالية نيف الحجرف ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وتستكمل لجنة حيثة الأمطار التحقيق في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم الاستعداد وضعف قصور الأجهزة المعنية بالدولة في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليه من أضرار بحضور وزير الصحة دكتور الشيخ باسل الصباح ورئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي أما لجنة الميزانيات والحساب الختمي فتجتمع غدا لمناقشة الحساب الختمي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2017-2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه